المزيد ينضم إلينا من غازي عن تابع صحفي صحفي صهايب جابر أهلا بك سيد صهايب إلى هذه النشاة إذن الرد الإيراني الانتقامي المميت يأتي الآن على مواقع في البوكمال لمن هذه المواقع؟ من يسيطر على تلك المنطقة؟ هل هناك عناصر آخرين غير ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية فيها؟ بداية نحييكم أساد المشاهدين التلفزيون العربي حقيقة المعلومات التي وصلتنا أشارت أن المواقع التي تم استهدافها هي تابعة لتنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي في الضفة الشرقية لنهر الفرات تحديدا المعلومات أشارت أن الصواريخ الباليستية أطلقت من منطقة كرمانشاه كما ذكرتم خلال التقرير في إيران وسقطت على مدينة هجين على بلدة ألشعفة ومناطق أيضا متفرقة من هذه المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم شرق الفرات في تمام الساعة الرابعة والنصف تحديدا بعد إطلاقها من القواعد في إيران طبعا هناك استهداف على نفس المنطقة كان بالتزامن مع إطلاق هذه الصواريخ من نفس الجهة أيضا وهي الحرس الثوري الإيراني من منطقة الغبرة ومنطقة حسرات أيضا في الضفة المقابلة في الضفة الغربية في مناطق نفوذ نظام الأسد من هذه المنطقة أيضا تم استهداف منطقة هجين بأكثر من 300 قذيفة صاروخية خلال الثلاث أيام الماضية تحديدا يجدر التنويه هنا في هذه النقطة وفي هذه المعطيات جميعها أن ليس كل ما بدر من تصريحات من إيران هو صحيح هناك أعداد كبيرة من المدنيين متواجدين محاصرين من قبل التنظيم ومحاصرين أيضا من قبل جميع أطراف الصراع الآن في هذه المنطقة أكثر من 50 ألف مدني ما زالوا متواجدين في هذه المنطقة ونستطيع تصور مدى الضرر الذي قد يلحق بهم من استخدام مثل هذه الصواريخ التي هي ليست الأولى من نوعها على دير الزور أو آخر العام 2017 أيضا أطلقت إيران صواريخ من نفس النوع على مدينة دير الزور وسشد عدد كبير من المدنيين وعلى الريف الشرقي تحديدا شكرا من غازي عن تاب الصحفي سهاي بجابرة